سؤال التالي يقول صاحبه واحد عنده سيارة وأعطاها للرجل يعمل عليها كيف يخرج الزكاة نقول له يا رعاك الله السيارة في ذاتها ليست مالا زكويا إلا إذا أعدت للاستثمار إذا أعدت للتأجير كما هو الحال في هذه النازلة في هذا السؤال تكون الزكاة في الأجرة على الريع وليس على قيمة السيارة أما إذا كنت أصبحت تتاجد في السيارة تبيع السيارة وتشتري أخرى وتبيع وتشتري أخرى وأصبحت تتاجد السيارات وإن كان على مستوى سيارة واحدة فهنا تزكي زكاة عروض التجارة أصلا وربحا أما ما سوى ذلك إذا كانت لا تأجير ولا استرباح بالبيع والشراء فالسيارة ليست مالا ربويا يا رعاك الله اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين نتابع أيضا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد اللهم آمين